وأنا أقول لك مرة أخرى بأنهم فاهمين المعادلة الخطأ لأن احنا بالأقليم تحكمنا جغرافيا سياسية بمعنى؟ بمعنى أن السليمانية لليكتي ودهوك وأربيل للبارتي لأن الجغرافيا السياسية بها مقوم أساسي هو القوى على الأرض صار اللعب خشم لا هو هذا الأساس هذا الحق يعني أنتم ستقابلون هذه السيناريوهات التي أنت تبشر بها بأن هناك قوى ضغط أكبر على الإقليم فتقول القوة على الأرض وكأنك تقول آخر الخيارات هي المواجهة لا لا ماكو مواجهنيها أي نصدق ماكو مواجهنيها ما هي مصداتكم؟ مصدات أولا إحنا بهذه المرحلة بخاص هذه الحكومة بصراحة برغم من أنه قلنا أكو ضغط كبير جدا ولكن لأول مرة تتحقق حالا من الأمور الإيجابية تذكرنا كل السلبيات اللي قلناها أكو أمور إيجابية إحنا جزء من اتلاف دارة الدولة اللي هو يدير الحكومة اللي هو مشكل الحكومة اللي يجتمع كل أسبوعين لتجاوز الخلافات هذا أولا لأول مرة الوفود الفنية والسياسية للإقليم قد لا أقول أسبوعيا ولا أقل على الأقل مرتين شهريا تأتي إلى بغداد لحل أغلب المشاكل خاصة الفنية لأن إذا أنت حليت المشاكل الفنية بعدين الأمر السياسي لا مناصة أن يحل لأنهما أنت ستجي على الاتفاق السياسي يقول لك لا أنا عندي مشكلة فنية وياك مو مشكلة سياسية فإحنا بدينا بحل المشاكل الفنية مثل ما قد لك كان لك اليوم زيارة حول منافذ الحدودية حسب ما قل بأنه توصلوا أيضا مسألة الرواتب والموازنة تم تقديم كثير من المقترحات ومناقشتها لذلك أنا أقول ليس هناك أي مواجهة ولكن بالتأكيد لديهم أوراق ضغط نحن سنواجهها بما لدينا من عمل على حل هذه المشاكل حل هذه المشاكل اشتركوا في القناة